أنت تستند في هذا الموقف إلى التعليم الدينية إلى التوراة أيضاً نيتنياهو يستند فيما يقوم به إلى تعليم التوراة وليس فقط نيتنياهو لكن حخامات إسرائيل وأيضاً وزراء في حكومة الحرب الإسرائيلية مثل يوآف جالانت قبل قليل أيضاً استند إلى التوراة حسناً الأمر بسيط جداً إذا أقرأت في التوراة إذا سألت أي أحد ستجد أنه منذ أن بدأوا على السهيونية تجدهم يتحدثون بلسان الدين ويمثلون اليهودية ولكن ذلك أمراً ليس صحيحاً إن الذي حدث هو أنهم يظهرون ما ليس الحقيقة الحقيقة هو أن التوراة هي ضد وجود دولة إسرائيلية وأنت تجد أن المجتمع الدولي كل المجتمع الدولي هو ضد إسرائيل تجد أن الجميع ومنهم اليهود يتضامنون مع شعب الفلسطيني نحن لدينا عالم إسرائيل ولدينا هذه النجمة ولكن الكثير من رجال الدين لا يفقهون ويتبعون السياسيون وإن لدينا نحن موقفاً واضحاً إن أي دولة إسرائيلية تقام هذه تعتبر تعليم محالفة لليهودية الأصلية وبالنسبة للمعبد المعبد لن يبنيه الإسرائيليون لكن يبنيه الله نفسه وإلى الآن الكثير من المجتمعات اليهودية تقف موقفاً مناهداً لإسرائيل نحن نعلم أن هناك الكثير من الحخمات الذين يؤيدون إسرائيل وهذا دوعاً من الفساد هنا كتاباً تستطيع أن تقرأ فيه أن أحد الحخمات يقول أنه عندما بدأت السهيونية بدأت الكثير من الأعمال العدائية ترجمة نانسي قنقر